تن وتسعمائة خمسة وثمانين وضعت امام كل رؤساء الدول علامة ممنوع التدخين قام صدام حسين رئيس العراق وقتها لصحب سيجارة ليدخل همس في اذنه وزير الخارجية وقتها طارق عزيز وقال له سيدي توجد علامة ممنوع التدخين الرئيس صدام التفت لطارق عزيز وقال له العلامة للرؤساء وليس للعراق وقلب العلامة على طاولة واشعل السيجارة وفي لمح البصر وضعت امامه طفاية سجائح فنظر صدام لطارق عزيز وقال له ابو زياد نحن العراق يقولوا ان صدام حسين يريد حرق نصف اسراعيل طيب اكملوا الجملة يقولوا انه اذا ما اعتدينا على العراق وعلى العرب فان العراق هذه المرة سيرد بطوة نعم سنضربهم بكل ما لدينا من اسلحة ان اعتدوا على العراق او ان اعتدوا عن العرب الذي يضرب العرب سنضربه من العراق اليس الذي يدافع عن نفسه محق هل يعتقدون بانهم يضرب العرب او يضرب العراق ويسكت العراق لو سكت العراق لفقط في عيون الاترابين ومسكت العراق اشتركوا في القناة 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 شكرا 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا اشتركوا في القناة 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 المترجم للقناة 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 المترجم للقناة